فدي حاجة طبعا تحسب بالتأكيد برضو لازم نتكلم على أنا شايف أن كارتيرون فكرني بأوتوفيستر في مباراة الستة واحد كان نازل فاكر نفسه أنه هو هيكسب فاكر الناس فاكرا ما احترمش النادي الأهلي من وجهة نظري تيكتيكيا ولا فنيا نازل فتح الملعب الناس كانت لازم تتكلم في النقطة دي كارتيرون نازل فتح الجيم عمل ضغط عالي عن نادي الأهلي ده حاجة كده يعني عدم الاحترام للنادي الأهلي كتيكتيكيا وفنيا يعني فنازل فتح الملعب عمل ضغط عالي وما لكش المشاكل اللي عنده اللي هي في العمق ولا الدفاع على عكس بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني عمل ايه عشان الناس تكون فاهمة هو احنا لعبنا الإسماعيلي ولعبنا البنك الأهلي هو استفاد من الماتش ده واستفاد من الماتش ده في ايه الماتش الإسماعيلي احنا لعبنا 3-4-3 وكان شكلنا كواس جدا وكان بيرسيتاو مهاجم وهمي الماتش التاني برضو لعب بنفس الطريقة بس البنك الأهلي كان مقفل فكان شكلنا مش حلو قوي عشان ما كانش فيه مهاجم يديك العمق رح هو عامل مزيج ما بين التشكيلين استفاد لعب 3-4-3 بس بمحمد شريف ليه بدأ بمحمد شريف عشان يستغل العمق المشاكل اللي في العمق اللي هي ما بين السردباكين في نادي الزمالك والحاجة التانية احنا هنا اتكلمنا وقلنا دور طريق حمد في بناء الهجمة مين اللي هيضغط عليه كان دور مهم جدا لعمر السلية بتكليف عمر السلية فيه الضغط على طريق حمد ومنع بناء الهجمة الحاجة التالتة احنا قلنا هندفع ازاي المسلمنا هيفكر يدفع ازاي هو فكر ان هو يدفع لما لعب 3 وراء خلى أكرم توفيق على الجنب 3 ادت حماية الأكرم بيهاجم علي معلول معلق قدام وبالتالي زيزو بقى محتار هو وحمز المسلوسي لما يتقدم معلول دايما بيبقى طاير في ظهرهم كذلك أكرم توفيق في النحية التانية أشرف بن شاري اذا دافع بشكل كويس وهاجم بشكل كويس وقفل المفاتيح اللي هي بتاعت بناء الهجمة عند نادي الزمالك فظهر بشكل ممتاز احنا قلنا هنا ليوم الليلة المباراة او قبلها بيومين قلنا اهم حاجة اسلوب الضغط بتاع النادي الاهلي شفنا ضغط مثالي المهم ان انت ازاي تمنع طريق حمد في بناء الهجمة ازاي تدافع قدام نادي الزمالك وازاي تهاجم وازاي تمنع بناء الهجمة اعتقد ان المسلماني قدر يعمل التوليفة الجيدة من خلال الحاجات دي كريم